ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة أضافت الوكالة أن الجولة الجديدة تشمل الحديث عن صفقة تبادل أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيليين هذا وقد أكد قياديهم في حركة حماس أن وفد الحركة سيزور القاهرة لمواصلة محدثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين